السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكو حبيبي طلاب الأول علمي والصناعي اليوم بدنا نحو أخذ أسئلات الفصل على درس الشحنة الكهربائية وقانون كولوم كثير سهل كثير بسيط يالله أخذوا نفس اهدأوا استرخوا وخلينا نأخذ ملخص الدرس في دقيقتين طلعوا معي اه حكينا يا جماعة الخير انه في عندي مبدأ اسمه تكميم الشحنة شو يعني مبدأ تكميم الشحنة قلنا انه الالكترون أصغر شحنة ما في شحنة أصغر من شحنة الالكترون وعليه فمعناته شحنة أي مادة شو يساوي من مضاعفات شحنة الالكترون اللي هي Q شو يساوي N E شو N هو عدد صحيح Q شحنة أي جسم وإي هي شحنة الالكترون قد قيمة شحنة الالكترون هي واحد فاصل ستة في عشرة ناقص تسعة عشر وبعدها يا جماعة الخير أخذنا عن طرق الشحن كيف منشحن؟ أول شي الشحن بالدالك إذا عملتو دالك بينشحن الشغلة الثانية الشحن بالحث الكهرو ستاتيكي شحن بالحث الكهرو ستاتيكي اللي هو أيش برضه بالتأثير وحكينا عن الشحن باللمس أضل إيه ثلاث شغلة واخذناهم إيه المرة الفاتت البيمنية يا جماعة الخير إنك تفهم إن الشحنات المتشابهة شمالها تتنافر شمالهم الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة شمالها تتجاذب كيف القوة بتكون بين الموجب والسالي بدأت تكون هاي هي القوة ودائما لاحظ إنه F1-2 وهي F2-1 متساويات مقدارا متعاكسات اتجاها ما بأنسى قوانين المتجهات إذا بدك تحسب عنده نقطة بدت تدير بالك وحكينا عن قانون كلهم شو حكي كلهم حكي قال إنه F ما بين شحنتين يساوي K Q1-Q2 على إيه على R تربية شو هو K يا جماعة الخير هذا ثابت قد قيمت تسعة في عشر قوة تسعة أو إلو معادلة ثانية اللي هي K يساوي 1 على أربعة باي في E0 وإيش هي E0 هي النفاذية ثابت السماحية الكهربائية للفراغ وبعدها يا جماعة الخير K1 أو Q1 هي شحنة الأول Q2 هي شحنة الثاني وR هو مربع المسافة بينهما مربع المسافة هذا هو قانون كلهم وهو منطبق عليه يعني هذا هو أساس الدرس بس هذا هو درسنا بس على كلمتين ثلاثة أظهر أخليهم في بالك ودير بالك عن هذا دي كون حفظهم وخلينا نروح على أسطلة الفصل ونبلش فيهم محتوى أرى الثاني يالا يا جماعة الخير كثير بقى نبسط إذا أنت تقدر تحل السؤال قبلي يالا الأولى يبين الشكل المجاور كرتين في الزيتين A و B غير مشحونتين يعني وضحهم متعادل كل وضحهم تمام تم وصل الموصل مشحون بشحنة سالبة بالقرب من الكرة A دون أن يلامسها عند إبعاد الكرة B عن الكرة A فإن وبعدنا الكرة B عن الكرة A قال لك الكرة B تشحن بشحنة موجبة والكرة A تكون غير مشحونة الكرة B تشحن بشحنة موجبة والكرة A تشحن بشحنة سالبة الكرة B بشحنة سالبة والكرة A شحنة موجبة ولا الكرة A بتكون بشحنة موجبة والكرة B غير مشحونة طلعوا يا جماعة الخير الحين بديك تفهم هاي ايه او خلينا نحكي ها او هاي بي وهاي جمعتنا هذا هو القضيب اللي فيه شحنات سالبة سهل السؤال يا عم فش فيه شي الحين واحد بيجي بيحكي هذا فيه عنا شحنات موجبة وشحنات سالبة في ايه زي ايه ايه جسم متعادل كهربائيا انه اللي بدي يروح على السالب يا جماعة الخير رح يروح هون الموجب هانا موجب رح يعطيك وهانا موجب رح يروح الموجب هان وراح يروح على الطرف الثاني شمال وراح يروح على الطرف الثاني رح يتنافر معه السالب فهون رح تكون سالب وهون سالب وهون سالب طبعا ما فيه تلامس بس تقريب الحين شحنت بي يا جماعة الخير طلع بعدنا بي عنها الحين بيه هون سالب هانو شو بدي يكون موجب موجب وموجب وهون شو بدي يكون سالب 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 بهذا الشكل واضحة الفكرة دك تكون فاهم كيف الالكترونات يعني خلينا نحكي يتوزع طيب حين تيجي تحكي لي بما انه يا جماعة الخير هون الشحنة موجبة وهون سالبة شو معلوم هادو بدهم ينتقلوا هاي بدي يصير في ايه تجاذب بناتهم فهنا الشحنة شو بتصير اكثرها بدها تصير ايه سالبة يعني هاي هاي الفكرة تصير شحنته سالبة والكرة ايه شو بدي يخذها شو بدي تأخذ بدي تأخذ موجب صح ولا لا طب انت بتيجي تحكي لي طب ليش هنا ما انتقلش لانه هنا ما صار في تلامس هنا لم يحدث تلامس بس هنا هاي السالب والموجب تجاذبوا مع بعض راحوا لبعض بهاي الطريقة وشو ضلت عندك الشحنة سالبة وهنا ايه اخذت الموجب اذا الاجابة جيم الكرة با تشحن بشحنة سالبة والكرة ايه تشحن بشحنة موجبة هذا هو السؤال الاول نطلع لبعضه سؤال اثنين شحنتان نقطيتان شحنة الاولى هاي الاولى عندنا قدي اثنين كيو والثانية كيو هاي الثانية هون كام كيو ان مقدار القوة التي تؤثر بها شح الشحنة الاولى في الثانية شو تساوي مثلي القوة التي تؤثر فيها الثانية في الاولى ولا نصف القوة تؤثر فيها الثانية في الاولى ولا اربعة امثال ولا القوة التي تؤثر فيها الثانية في الاولى جماعة الخير مش هنا شحنتان نقطيتان بده القوة اللي بتأثر فيها الشحنة الاولى في الثانية طب ما انت بتيجي بتحكي لهي الاولى الحمراء بتأثر بقوة هايها طبعا لانه هاي بتكون ايه تنافر هاي اسمها F1-2 وهونا شو اسمها F2-1 طب انت حكيت لانه ما ظهر المتساويات مقدارا متعاكسات في الاتجاه فمش تستحي تكون مثلي القوة ولا نصف القوة ولا اربعة امثال فبدا تكون اجابة ايه دال هاي هي الفكرة يعني سهل وبسيط يعني هذا ايه حكينا طب بتقولي طب كيف بحكي لك القوة بين F1-2 مش القانون K Q1-Q2 على R تربية بتقولي صحيح مية بالمية بحكي لك طيب Q1 او Q2 يوم بتبدل محلاتهم وشو فرقة يعني 2Q في Q او Q في 2Q رح يضل يعطيك نفس الاشي سهل وبسيط يلا نطلع على الثالث طيب يلا نطلع على ايه على السؤال الثالث يبين الشكل المجاور كرتين فلزيتين متماثلتين مشحنتين ومعزولتين والمسافة بين مركزيهما قدية 10 سانتي إذا لامست الكرة الأولى أذكر الثانية وأبعدتا إلى المسافة نفسه شباب شو منستفيد إذا لامست بمعنى إن الشحنة هاي طالح هاي بتحط عليها الشحنة تتوزع بينهما بالتساوي طيب واحد بيقول لي أنا عندي هنا واحد وهانا ثلاث شباب أسويهم متساويات بتأخذ من هنا واحدة بتحطها هانا وشو بيصير عندك في الكرة الأولى بيصير في الكرة الأولى 2 في 10 ناقص 6 خنفرضها مش مبينة هون وهاي شو بتصير كمان 2 في 10 سالب 6 ليش عشان إيه تلامسن فشحنة بتصير بيناتهم متساوية الحين بعدناهم بدي القوة المتبادلة ذائلة القوة تيجي بتحكي F يساوي K Q1 Q2 على إيه على R تربيع كي يا جماعة الخير اللي هي 9 في 10 قوة 9 Q1 اللي هي جماعة الخير 2 في 10 قوة سالب 6 و Q2 هي نفس أيضا 2 في 10 سالب 6 كلها يتعلى 0.1 تربيع يلا اعملوا شوف طلع الجواب يا جماعة الخير كلها ياتوا 3.6 نيوتن الإجابة هي جيم 3.6 نيوتن سؤال سهل ضع دائرة ثلاثة وفكرتة أيضا شمالها كيوت لطيفة نطلع على سؤال أربعة إذا كانت القوة المتبادلة بين شحنتين نقاطيتين متساويتين مسافة بينهما R معطيك القوة قدية 16 فإن القوة المتبادلة عندما تصبح المسافة بينهما 2R طيب جماعة الخير بقولي ولا أسأل من هذا السؤال الرياضيات ليس سؤال فيزياء بدقول هاي F للقوة 2 شو يساوي F في الحالة الأولى يساوي K في Q1 Q2 على A على R تربية صح أو R1 تربية شو اللي حكي لك حكي لك أنه R2 يساوي 8R1 صح ولا لا أسأل شوية 2R1 مزبوط بتقول مية بالمية هادو هوا المعطيكية حط قانونها بتقول F2 يساوي اللي هي K نفس الكي Q1 الشحنات ما تغير فيهم أي إشي وضل هنا هون بدك تحكيها R2 تربية طيب جماعة الخير بيجي بيحكي لي هادو المقدار هادو كلية وقدم مقدار وقيمته مع ضكية كم 16 طيب نشتغلها هون طالح هنا مسألها K يا جماعة الخير ما بيتلزمني أغير عليها Q1 ولا إلي خاصية Q2 بديش هي R2 يا جماعة الخير قدت تساوي 8R واحد وعليها كلية شو ما لها تربية فأنت حين تطلع شو بدك تشتغل بيجي بتقول هاي K Q1 Q2 ثمين تربية أربعة وهانا R1 تربية حين يا جماعة الخير تطلع لي هون KQ1 و Q2 على R1 تربية قد يقمتها هاي بتقول لي هاي نفس اللي هو هاي اللي فوق قد يقمتها 16 فيساوي 16 وشو بيضال عندك تحت هايها باللون الأسود ضلت عندك الأربعة 16 على أربعة شو يساوي أربعة نيوتن إذن الإجابة هي أربعة نيوتن الإجابة هي جيم في إيه في دائرة الرابعة نطلع اللي بعده فكرت الرياضيات يا جماعة الخير لك تحلها بالرياضيات سؤال خمسة يبين الشكل المجاور شحنتين نقطيتين موضوعاتين على خط مستقيم في النقطتين إن أكبر قوة تنافر تكون بين الشحنات إذا كانت قيمة قيامهما جماعة الخير أول إشي إذا بدها تكون قوة شو تنافر فيجب أن تكون الشحنات شو ما لها متشابهة فالخيار ب والخيار جيم آه سوري لو بس معطيك ب الخيار ب مستحيل مستحيل يعني يطلعش زي هيك طيب واحد بيجي بيحكي طب يلا نحسبها آه بدهاش تاكي جماعة الخير ليش لأن القانون معطيك يا إيف يساوي كيو واحد آه سوري كيو واحد هاي كيو واحد كيو تنين على آر تربيع كي يا جماعة خير أنت ما خصك فيها بصف الموضوع أنك تضرب بكيو واحد وي وكيو تنين قدي هاي سالب أربعة في سالب اتنين نحن ما بيهمني الإشارات هاي أربعة في اتنين صح ولا لا على آر تربيع ما هي نفس المسافة يعني هون قدي بتطلع ثمانية كي على آر تربيع طيب هاي طلع الثمانية هاي خلينا نشوف فضول قدي بيطلعوا ويطلعوا واحد ضرب ايه ضرب سبعة اللي هي بتطلع ايه كي في 7 على آر تربيع طيب أنه لحسن 7 ولا lowering طبعا هاي هاي واحدة في أربعة هاي بتطلع ايه 4 هاي ايف يزاوي كي في أربعة على آر تربيع كنا دلوك تحط لي كيو حط لي كيو تربيع حون كيو تربيع كيو تربيع كيو تربيع مش هالقصة يعني طيب جماعة الخير اطلعوا معي انو اكبر وحدة بتقول اللي فيها ثمانيا بين لا هي السبعة ولا هي الاربعة فالاجابة شو بدأتكون الاجابة تكون الف سهلة وبسيطة ليش رفضنا با با يا جماعة الخير ليست تنافر هاي ليست تنافر دير بارك ضع دائرة لطيفة نطلع اللي بعده سؤال اتنين الحين يعني معظمه كتابة خلنا عطيكم الاجابة النموذجية ايه وخلينا ايه نكتب الحين يا الله بدي يكتب يكتب ولا بديش يكتب يصور على ها التليفون ولا بديش يصور على التليفون يا ما اللي بديو اياه يا رب يلا ايه ما الفرق بين شحن الموصل بالتأثير وشحنه باللمس اول اشي خلنا نكبركم اياه كمان شوائي الشحن باللمس يكتسب الجسم المشحون شحنة مشابهة لشحنة الجسم الشاحن ولا تزول بزوال التلامس هذا هو تباقي الشحن باللمس طيب الاحنا نطلع لمن على الشحن بالتأثير حين يكتسب الجسم المشحون الشحنة شمالة بتكون مختلفة لشحنة المؤثر وهي قد تكون مؤقتة او دائمة بعد زوال المؤثر كمان مرة جماعة الخير هذا الاشي يعني حفظ فلا تكون حفظنا شو الفرق بناتهم قلنا شحن باللمس بتعطيك شحنة مشابهة لمس فبتأخذ الشحنة المشابهة وبتزولش بزوال التلامس بينما الشحن بالتأثير بيكتسب الجسم مشحون شحنة مختلفة لشحنة المؤثر وبتكون مؤقتة او دائمة بعد زوال المؤثر حسب فيعنك شحن بالتأثير مؤقت وعننا شحن بالتأثير دائم هذا هو جواب سؤال اتنين طلع على جواب سؤال ثلاث طيب شو بيحكي لنا السؤال الثلاث عندما ينجذب جسم باتجاه جسم مشحون هل نستنتج أن جسم منجذب بالضرورة مشحون وفسر ذلك كمان مرة في عندي جسم مشحون يا جماعة الخير وانجذب للجسم آخر هل بشرط أن يكون مشحون لا ممكن يكون متعادل ويتروح الشحنات السالبة بالتجاهز الشحنات الموجبة والعكس الصحيح ويصير فيه تجاذب فليس بالضرورة أن يكون مشحون لا لأن الجسم المنجذب لأن الجسم المنجذب ينشحن بشحنة مختلفة لشحنة الجسم المشحون فينجذب له بعطي شحنة مختلفة عن شحنة الجسم المشحون وشماله ينجذب له هاي هي الطريق طلع اللي بعده آيوة أخيرا خلينا نرجعنا للحل يالا السؤال أربع جماعة الخير هاي ماديتك إذا ما زبطتش الفصل الأول في الفيزياء فرصتك تجيب فل فل تجيب في هذا الدرس في امتحان اليوم سهل جدا جدا سهل الفصل الثاني وإن شاء الله التوجيه بكم بنفس الطريقة شحنتان كهرابائيتان نقطيتان تتنافران يعني متشابهتان بقوة قدية عشرة نيوتن يوم كانت المسافة بينهم كام خمسين صانتي ها ضوين في الفراغ جد مقدار كل من الشحنتين واحد بيقول يالله خلنشطل بتقول F يساوي K Q1 Q2 على R تربيع واحد بيقول طب هذو المجهولين بقول له لا تتسرعش الشحنتين شمالهم متماثلتان يعني زي بعض فهاي بتصفي جماعة الخير F قدي قيمتها عشرة ومعطيك إياها القوة K اللي هي تسعة في عشرة قوة تسعة Q1 وQ2 ما هي نفسة فبتصفي QA اشتر تربية 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 على تسعة على تسعة في عشرة قوة تسعة قوة تربية واحد فاصلة ستة سبعة في عشرة ماينس خمسة حطناهم في وسط سماحيته الكهربائية عشر أمثال الهواء بتقول صار عندي K جديدة شو الكهية الجديدة هاي K الجديدة هاي K تنين شو يساوي اللي هي واحد على أربعة باي في إي زيرو صح طيب الحين اختلفت الأمور إنه إي هاي صارت قد ه قد هي عشر مرات ف K تنين اللي هي واحد على أربعة باي في إي ش في عشرة إي بس انت الحين قاب بتقول لي هاي كليات هاي كليات هجمات الخير قد مقدارها هاي مقدارها مش قلنا تسعة في عشرة قوة تسعة بتقول لمية بالمية إذن بتقول تسعة في عشرة قوة تسعة تقسيم قد عشرة ويساوي تسعة في عشرة قوة ثمانية هاي K جديدة واضحة كيف عشرة أمثال هواية عندك تقسم على إي على عشرة لأن السماحية الكهربائية في الهواء وهاي فصارت عشرة مرات عوضنا في عشرة يلا الحين خلص بدنا نشتغل شغلنا زي ما بقولوها بالعادة نفس الشغل F الجديدة يساوي K تنين Q واحد Q ثنين على تربية هو مش حكي لكن أنا غيرت المسافة ولا غيرت الشحنات فبتفرض هم نفس الإشي اللي تغير مع K اللي تسعة في عشرة قوة ثمانية Q واحد وQ ثنين يوم بك تيجي تضربهم طب يلا هايها واحد فاصلة ستة في عشرة ستة سبعة في عشرة ناقص خمسة برضو نفس الإشي كليات على R تربية اللي نص تربية يلا اشتغل تسعة في عشرة قوة ثمانية في واحد فاصل ستة سبعة في واحد فاصل ستة سبعة في عشرة قوة ناقص عشرة كليات من القسم على نص تربية فبتطلع القوة واحد نيوتن لاحظي يا جماعة الخير من عشرة نيوتن شو رجيت رجيت لواحد نيوتن بهذا الشكل سهلة وبسيطة سؤال اربعة ما في اشي بس شو شوية الرياضيات تطلع على سؤال خمسة كرتين صغيرتين شحنت كل منهما بشحنة موجبة وكان مجموع شحنتيهما خمسين مايكرو كولوم بمعنى كيو واحد زايد كيو اثنين شو يساوي خمسين في عشرة ماينس ستة فاذا اثرت كل منهما بقوة معطيك القوة قدي سفر فاصلة تسعة وكان البعد بين الكرتين تنين متر احسب مقدار الشحنة على كل من الكرتين هذا سؤال الرياضيات يه بتقول F يساوي K في كيو واحد في كيو اثنين على تربية عشرة حين جماعة الخير بديك تعرفوا انك بدك تعوض لي محل كيو واحد او كيو اثنين بديك تعوض لي من المعادلة هاي الاولى رياضيات رياضيات كيف نشتغل ها بتقول ناقص Q اثنين ناقص Q اثنين ف Q واحد يساوي خمسين في عشرة ماينس ستة ناقص A Q اثنين بعوضها محل مين بعوضها محل هون وبأشتغلها شو فكرة السؤال صراحة انا مش فاهم كتير يعني شو فكرته بس خلص هيك يعني اللي حطت السؤال بتحط محل Q واحد اللي هي خمسين في عشرة ماينس ستة ناقص Q تنين كلها مضروف ايه مضروف في Q تنين هاي هالبنية هاي Q اثنين اللي ساوي اربعة في عشرة ماينس عشرة لاحظين جماعة الخير ان هيدا كتوزحها هاي Q تنين تضربها في هاي وهيدا تضربها فبتحكي خمسين في عشرة ماينس ستة في Q اثنين ناقص Q اثنين تربية يساوي اربعة في عشرة ناقص عشرة فالحين شو بدنا نعمل بدك تعملها معادلة تربية مش فاهم شو فكرة السؤال الشيك بس يلا Q اثنين تربية بقى صفتها وخلي المعامل موجب Q اثنين تربية ناقص ايه خمسين في عشرة ماينس ستة Q اثنين زائد اربعة في عشرة ماينس عشرة شو ساوي صفر الحين بدنا عدديا حاصل ضربهم اللي هي خمسين سوري حاصل ضربهم اربعة في عشرة قوة ناقص عشرة ومجموحهم ايه هاي خلينا نسهلها اكثر هاي بتصير ما هي خمسين في عشرة قوة ناقص ستة بتصير ليه خمسة في عشرة قوة ناقص خمسة نفس الفكر واضح يلا احنا بدنا عددين حاصل ضربهم خمسة في عشرة قوة سالب خمسة وحاصل ضربهم اربعة في عشرة قوة ناقص عشرة ومجموحهم ايه خمسة في عشرة قوة ناقص خمسة طبعا بالسالب بدك تحذر شو فكرة السؤال فكرة السؤال السؤال الرياضيات ليس سؤال فيزي صراحة ويساوي الصفر يلا نحسر احنا وياكم عددين بتضربهم بعضوك اربعة في عشرة قوة ناقص عشرة واحد واربعة فيش غير طعب لا العددين اللي هما واحد واربعة ناقص واحد في عشرة ماينس خمسة هنا اي ناقص اربعة في عشرة قوة سالب خمسة بس هذول هما اللي بيزبط لانه اربعة ضرب واحد اربعة وعشرة قوة ناقص خمسة ضرب عشرة قوة ناقص خمسة شو بتصير عشرة قوة ناقص عشرة فاي زبطت فبتيجي بتحكي كيو تينين يساوي اللي هي اربعة في عشرة ماينس خمسة او كيو تينين يساوي واحد في عشرة سالب خمسة الحين شو بدنا نعمل بدك تعوض في كيو واحد زائد كيو ثنين بعطيك خمسة وزبطت يعني هاي يعني بتقول اذا كانت كيو تينين اربعة في عشرة قوة ناقص خمسة فكيو واحد شو بدها تكون واحد في عشرة قوة ناقص خمسة من التعويض في المعادلة الاصلية وكيو اتنين اذا كانت واحد في عشرة قوة ناقص خمسة شو بتصير كيو واحد اللي هي ايه اربعة في عشرة قوة ناقص خمسة ليش لانه مجموحهم خمسة في عشرة قوة سالب خمسة الشحنتين اربعة زائد اش بعطيك خمسة واحد واحد زائد تختبر الطالب في الرياضيات عندك مادة رياضيات ليش بتدخل الفيزياء بهذا الشكل بطريقة رياضية احنا عبدنا افكار فيزيائية ليست افكار رياضية بهاي الطريقة طلع على اللي بعده نطلع على سؤال ستة بيحكي لك مثلث متساول اضلاء طول ضلع قدي عشرة شان متساول اضلاء يعني كل هاتم هون كام ستين هون ستين هون ستين قدي طول الضلع عشرة سانتي وضعت الشحنات هيا ثمانين مايكرو كولوم على سي هيا سي شحنتها سالبة وقيمتها ايه ثمانين او عنا كيو يا جماعة الخير كيو محطوطة وين عند بي هاي كيو ما حداش بيعرف شو الشحنة موجبة ولا سالبة وعنا ايه عشرين على وين على ايه وشو الشحنة والموجبة فاذا كانت محصلة القوى موضوعة في النقطة سي تنص في الزاوية الخارجية اي سي دي جماعة الخير عندما نعرف ان من هان لهانا قديش مية وثمانين راح منهم ستين قدي بيضال مية وعشرين المية وعشرين منص فيتهم يعني من هانا ستين ومن هانا شو كمان ستين ايه اوجد الشحنة كيو اوجد محصلة القوى يا جماعة الخير هذا السؤال فيه تريك خفيف وبسيط لالبفهم المتجهات الحين بدنا نيجي نحكي بمنطقية شو المنطقية بدنا نحكيها طلع لها الحين على القوة ما بين اي و سي كيف اتجاهها بده يكون تجاذب يعني هيك صح هاي اف سي اي واحد ذاكي بيقوله بقوله اف سي اي هاي فيش مجال يعني هاي بده تكون شكلها هيك طب كيو يعني وين بده تعطيك بده تعطيك تجاذب ولا تنافر كيو بده تعطيك تنافر غصبا عنها ليش لانه المحصلة هناك بده تكون كيو هاي هاي اف بي سي القوة من بين بي و سي لازم تكون تنافر يا جماعة الخير وكيو لازم تكون شحنة سالبة عشان يعطيك نفس المحصلة واحد ثاني بيجي بيحكي مش انت بتقولي ان المحصلة طلع بما ان المحصلة في منتصف المسافة فان اف سي اي و اف بي سي شو ما لهم متساويات ما يجد في نصهم لو واحدة اكبر بتروح اقرب على اكبر ايوه خلص هيك السؤال انتهى بس بس ويخلف عليك الحين اف من سي ل اي منيجي منحكي انه هي كاي في كيو سي في كيو اي على ار تربيع طلع ما اسهل هالسؤال وما احلى وهنا اف من بي لسي هي بالاخضر اللي هي كاي كيو لبي كيو لسي على ار تربيع بتقول لي ما همو ثلاث متساوي الاضلاع نفس الابعاد نفس الابعاد ريحنا ار تربيع مع ار تربيع بتروح كاي مع كاي كمان شو ما لها بتروح كيو مع سي مع كيو مع سي شو ما لها كمان بتروح شو ضل كيو لالا نفس كيو لالبي بس بس يخرف عليك قديك كيو لالا يا جماعة الخير اللي هي عشرين في عشرة معنص ستة ويساوي كيو لالبي اللي هي كم قيمتها عشرين في عشرة قوة سالب ستة بس الله ماذا تكون بالسالب ليش بالسالب لانا لازم تكون تنافر وهاي فرضية احنا فرضنا واضحة هاي الش احنا كيو طلعناها سهل وبسيط ب محصلة القوة F شو محصلة القوة F بتقول يا جماعة الخير بننا نعمل محصلة بتقول F شو يساوي الجذر ل F C A تربية زائد F B C تربية زائد اثنين F C A F C B Cos القد F صح او لا لا مش هاي هي F المحصلة بينهما زاوية طيب ننطلع F C A وهي نفس F C B نفس الفكرة قدر بتطلع F C A هون هاي هون الجنب F C A K في Q C Q A معلى R تربية تسعة في عشرة قوة تسعة Q للسي A 20 في عشرة ماينس ستة Q للأ Q للأ اللي هي ثمانين في عشرة قوة سالب شوية بس آه ثمانين في عشرة Q للسي هي الثمانين ما علي مش مشكلة ما نتدري تبديدي في عشرة سالب ستة كل ياتوا على R تربية ليه 0.1 تربية يلا احسب ثمانين في عشرين في تسعة طيب بعطي معاك يا جماعة الخير هاي 1440 قد بعطينا 1440 نيوتن طيب تجاه هنا تحطها هون 1440 فبتقول F المحصلة يساوي الجذر ل 1440 تربية ونفس FBC ما هيش متساويات كمان تربية زائل تنين في 1440 في 1440 كوسين القد الزاوية ما بينهما 120 ف ايه في المحصلة يمكن تطلع قد 1440 رح تطلع 1440 1440 تربية في اثنين وبتنقصها من اثنين بعطيك ايش 1440 بهاي الطريقة طيب زيت اثنين في 1440 في 1440 كوسين 120 100% باخذ لها جذر F المحصلة ينفس 1440 هذو السؤال يا جماعة الخير بدك يكون فاهم الزاوية صح عشان تعرف تجابه واذا ما كنت فاهم الزاوية راح تضيع الحل بيكون طويل كثير عليك لذا تشتغل بالطريقة العادية فهذا تدير بالك نطلع على السؤال اللي بعده سؤال سبعة سبعة مربع جماعة خير رسلت المربع كل سنة تقريبا بتيجي والاسادة بحبوها طولوا عشرة فكلهم عشرة يلا حطينا على الرؤوس سفر فاصلة واحد هاي على دي هاي خلينا نقول هون دي سفر فاصلة واحد وحطينا على سي سفر فاصلة خمسة وحطينا على بي سالب سفر فاصلة اثنين ووضعنا على اي كام سالب سفر فاصلة ثلاثة كلها ياتوا طبعا بالمايكرو ديروا بالكو يعني كلها بكتضربوا في قد في عشرة ناقص ستة في عشرة ناقص ستة عشرة ناقص ستة في عشرة ناقص ستة احسب محصلة القوة الموضوع على الرئيس دي يلا بدنا نحسب عن الدي جماعة الخير دي تتعرض الى ثلاث قوة اول قوة اسمها اف من سيلة دي واف من سيلة دي سوف تكون تنافر ليش؟ هاي موجبة وهاي موجبة هاي منحطها في الاحمر هايها اف من وين؟ من سيلة دي والثانية بدها تكون تجاذب ما بين بي ودي لانهم عكس بعض هاي موجبة وهاي سالبة هايها اف من بي دي وهاي بتكون تجاذب والاخيرة يا جماعة الخير هاي تطلع بين هاي وهاي على الخط الواصل بناتهم دير بالك على ضل دلع اي المربع شو بدها تكون؟ سوف تكون تجاذب ليش؟ لانهم موجبون سالي فبدتكون هيك اف دي لأي اضعه السؤال وبعديها متجهات نشتغل اف سي دي اي كي كيو سي كيو دي على ار تربية ويساوي تسعة في عاشرة قوة تسعة ما قيمة كيو سي القدي على السي موجودة اللي هي نص في عاشرة ماينس ستة ودي يا جماعة الخير اللي هي سفر فاصل واحد فعشر قوة سالب ستة في عاشرة سالب ستة كلياته على كام البعد بناتهم اللي هو كام عشر صانتي فهي سفر فاصل واحد تربية يلا نحسب اه سالب اطناش كلياته هاي بتطلع جماعة الخير الحمراء سفر فاصل سفر اربعة خمسة نيوتن يلا نطلع لبعدها اللي هي يمين اه بين بي او دي هاي اف بي دي ويساوي تسعة في عاشرة قوة تسعة قوة بي اللي هي سفر السرس شحنا في عاشرة ماينس ستة وشحنة دي اللي هي سفر فاصل واحد في عاشرة سالب ستة كلياته على ار تربية اه اللي هي كمان سفر فاصل واحد تربية يلا احسب طلع جماعة الخير هاي فيها اشي حلو مش عنها الصعوبة اشي سهل واخدته قابل اف دي اي شو حكينا على حين طلع اللي بيختلف معك هنا انه البعد البعد هنا مش عاشرة سانتي البعد هنا بدي يختلف على فيثة غورس فبتحط كي ليه تسعة في عاشرة قوة تسعة في شحنة اي ليه سفر فاصل ثلاث في عاشرة ناقص ستة في شحنة دي ليه سفر فاصل واحد في عاشرة ماينس ستة كليات وهذا دي تقسم على عاش على ار تربية حين جماعة الخير في عندي تعليق على ار اللي هي ار هون اطلع ار يساوي اللي هي الجذر لسفر فاصل واحد تربية زائد سفر فاصل واحد تربية هاي هي ار فيثة غورس ليش يا جماعة الخير هذا ايه من هذا هون المسافة وقائم الزاوية قدر المربع مربع الاول وزاعد مربع ضلع الثاني بتخليلهم جذر بعضيك بنفس الطريقة ف بطلع معنا ار هون جماعة الخير اللي هي سفر فاصل واحد اربع متر فهي سفر فاصل واحد اربع يلا اشتغلها تسعة في عاشرة قوة تسعة في بوينت او ثلاث في اشتغل قوة سالف اتناش تقسيم بوينت واحد اربع طلعت اقل اشي هاي لان هاي الابعد بتكون اللي هي واحد فاصلة تسعة ثلاث في عشرة ناقص ثلاث هيك جماعة الخير بيكون يعني زي ما بحكوها انتهى الموضوع كقوة بس الحنظة المتجهات احنا بنحط النقطة دي بهذا الشكل هاي النقطة دي اول قوة عندي بهذا الشكل هاي لتحت عمودية كده مقدارها سفر فاصل سفر واحد ثمانية وعند القوة الخضرة رايحة هيك هي واحد فاصلة تسعة ثلاث في عشرة ناقص ثلاث وعند القوة اللي هي باللون الاحمر سفر فاصلة سفر أربعة خمس سفر فاصلة سفر أربعة خمس احنا جماعة الخير اللي بدي اكيد دير بالك انه هاي الزاوية من هالا انا قد قمتها خمسة واربعين طب ليش خمسة واربعين لانه قطر المربع ينصف الزوايا هاي ايه اخذناها في صف خامس ومن هولا هون خمسة واربعين يلا بدك تعمل كوساين وصاين منقول محصلات اف اكس يساوي يلا على الاكس هاي بدك تحللها بتحلل الخضرة شو بتصير صير واحد فاصلة تسعة ثلاث في عشرة سالب ثلاث اللي هي صاين الخمسة واربعين وهنا بتعطيها واحد فاصلة تسعة ثلاث في عشرة ناقص ثلاث كوساين الخمسة واربعين وعاكلت الحالتين مش راح تفرق ساين الخمسة واربعين وكوساين هنفسيش فبتيجي بتحكي وانا 0.045 ناقص 1.93 في 10 قوة ناقص ثلاث صين الخمسة واربعين 0.045 ناقص 1.93 في 10 قوة ناقص ثلاث ضرب صين الخمسة واربعين فبيعطينا تقريبا نفس الفكرة 0.044 مجموعة F في الواي شو F في الواي عندي بس الزهري والاخضر اللي هي 0.018 زائد الاخضر 9.3 في 10 ناقص ثلاث صين الخمسة واربعين ممش راح تفرق هالاشي بس ياله 0.018 زائد 9.3 في 10 قوة سالب ثلاث ضرب صين الخمسة واربعين فبيعطيك لي 0.019 حين جمعت الخير بدنا القوة المحصلة واتجاه بس F في المحصلة الجذر مجموعة F X تربية زائد مجموعة F Y تربية ويساوي الجذر 0.044 زائد 0.019 شوف كيف تطلع تحت الجذر F المحصلة نساوي 0.4 8 نيوتن وضل الاتجاه وهي الاتجاه على الرسمة هام لأن F X بهذا الشكل وأن F Y بهذا الشكل يعني المحصلة هام وهي إيه F A أو ألفة أو البدكية هنحكيها F A فبتقول tan الانفرس هي F A تساوي tan الانفرس للواي اللي هي 0.019 0.44 0.019 تقسيم 0.44 شفت التان للجواب شوف فيتا بتطلع هيك للشيك طلت فيتا يساوي 0.019 تقسيم 0.44 شفت التان للجواب شعر طي 2.47 غريبا تطلع هيك بس لأنه 0.44 أكبر بكثير من 0.019 بهذا الشكل هذا سؤال تباع المربع سؤال 7 الأسئلة بهذه الطريقة بتكون مرهقة يعني بلك تحسبها فترة كبيرة وممكن يكون فيه غلط في الأرقام وفي عندك فرضيات يعني فرضنا A D C A B فيه ناس ممكن تحط B محل A وهي بتختلف الأمور محل كثير بدك تكون يعني خلينا نحكي فهم يعني بالظبط شو بيصير فممكن واحد يحله بطريقة ثانية أنه يكون يغير هنا ممكن يطلب أجوبة ثانية لكن هاي الطريقة وهاي المتجهات اللي بهم من الطريقة وبهم من المبدأ وإنت أعمال اللي بيدك طلع اللي بعده سؤال 8 نفس الفكرة جماعة الخير زي سؤال المربع لكن اللهم هانا شو أعمل لك هعمل لك مستطيل شو أعمل شو الفكرة حطينا أربعة شحنات عنا واحد على رؤوس المستطيل هاي A B C D هاي A B C D خلنا نسميها المرة بهاي الطريقة خلنا نطلع لنا أرقام أصاح من قبل حطينا الشحنات أول إشي الواحد وين حطينا عد D فهونا شحنته موجبة 5.12 وين حطينا 5.12 على C وكانت شحنتها أيضا موجبة وحطينا أيضا 2.16 على ال B بصراحة المادة مملة فيش فيها حتى تفكير وضال لنا على A يعني خلص هاي بدك الدح فرياضية طب ليش حطتوا مرتين A هاي سالب عشرة هاي سالب وهاي عشرة وما تنسى إنه كله بالمايكرو كله ما تنسى إنه بالمايكرو إذا كان طول A B معطيك من A لB قد 0.08 متر ومن A لD 6 سانتي طيب معطيك هي 0.06 ويا إحنا رسمنا غلط لأنه مرسوم طيب ما علينا A B C D يعني رح يغلب يعني هاي الطريقة A B C D A B C D مناته فرضها C مع D هيك خلينا ريح حالنا ما نجوش قلبنا من الأول مناته هيك فارض A B هي C وهي D أريح لي وأريح لك عشان تزبط هي 0.06 عشان يطلع معنا أرقام زي الناس أنه الصح لازم هو يرسم هو يريح حالنا من كل هالقصة هاي من A ل D أحسب القوة المؤثرة الموضوعة في D نفس الفكرة جماعة الخير نبلش بالقوة سالب مع موجب تجاذب ما بين A و D يوجد تجاذب على طول F A D بهذا الشكل هاي F A D وعنها من C و D أيضا تنافر هون فهؤون بتصير F C D وبيضال لعنها من B جماعة الخير راح تخذها بهذا الشكل بين B موجب و موجب راح تعطيك تنافر راح تكون لتحت هاي شو اسم ها F B D وبعد تشغل المتجهات يالله بسرعة بلش في الزهر F A D يساوي تسعة في عشرة قوة تسعة شحنة A كم قيمة شحنة A اللي هي الزهرية اللي هي عشرة في عشرة ماينس ستة و شحنة D اللي هي واحد في عشرة قوة ناقص ستة كامل البعد البعد هو سفر فاصل سفر ستة تربية يلا مشت حين وخلينا نشوف الشغل في عشرة قوة سال ب اتناش قسم تطلع من مرة تزبط تأكد منها اكثر من مرة الحين بدنا نعمل الزرقة اللي هي F بين C و D 9 في عشرة قوة 9 D اللي هي واحد في عشرة قوة سالب ستة وقد يضل عندنا قوة C قدي C هنا شحنتها C جماعة الخير اللي هي خمسة فاصلة اتناش في عشرة قوة سالب ستة على R تربية اللي هي 0.08 تربية يلا احسب ستطلع 7.2 نيوت بيضال عندنا F B D نعم هنا نخلي الى تحت شوي 9 في عشرة قوة 9 و بيال حقك هو 1 في عشرة ماينس ستة كم القوة عند B القوة عند B صور الشحن 2.16 في عشرة سالب ستة على R تربية هون جماعة الخير R تربية حسب في ثغورس R يساوي الجذر 0.08 تربية زائد 0.06 تربية هيا من هون لهون كليات تطلع اللي هي 0.1 لازم هيك تطلع فحط هون 0.1 تربية بتطلع سيد العزيز كليات ها نفسي أفهم عنه الحط العسيرة شو الفكرة يعني من انشغل هاد كلياته تطلع كلياته الأخضر وهو المتوقع نطلع قليل 9.44 نيوتن يالا نعمل محصلة الحين هاي النقطة دي والقوة مبينة عليها زي ما هي في الشكل الأصلي عنا F C دي بهذا الشكل طيب يالا نمثل F B D هاي F B D هيك رايحة وديروا بالك هون على الزاوية هون يا جماعة الخير في المستطيل عشان نطلع الزاوية بدك تخذلها هاي الزاوية F B D بدك تدير بالك انه يا جماعة الخير هادا قائم الزاوية وكي بده اخذلها بتخذلها من هون فيتا يعني بنفس الفكرة يعني من هون هي نفس هاي هي نفس هاي فبتخذ فيتا وبتخذ Shift sign هاي Shift sign ل 6 تقسيم 8 فبتكون سورة Shift sign ل 6 تقسيم 10 تكون 37 درجة هاي 37 درجة هاي أيضا 37 درجة بهذا الشكل بتضال ساحبة وهنا راح تعطيك 37 درجة نفس الفكر فهنا جماعة الخير قد الزاوية 37 درجة عن نسبة المثلثية في الرياضيات يلا يلا احنا بدنا نعمل محصلة لاحظوا ان هنا شو بتأخذ هنا f b d cos 37 وهنا شو بدأ تعطيك f b d 37 يلا نعمل محصلات f x شو يساوي لي f c d زائد f b d 37 37 ثلاثة ثلاثة f d 7.2 و f b d 1.9 4 4 في ساين 37 ثلاثة ثلاثة ساين ثلاثة ساين ثلاثة ثلاثة سبعة نيوتن نحسب في الواي مجموعة في الواي يساوي ف اي دي ناقص ف بي دي كوسين السبعة وثلاثين نقدي ف اي دي اللي هي خمسة وعشرين ناقص وعد فاصلة تس عربة عربة كوسين السبعة وثلاثين كلا يا جماعة الخير هاي ثلاثة عشرين فاصلة اربعة خمسة نيوتن شو بتعمل هانا الحين انت بتيجي بتعمل اي محصلة خلاص يعني خلاص الحال وحدة لفوق وحدة لشمال هايها وحدة لفوق وحدة لشمال وهاي المحصلة هاي فيتا تبعدتا فبتقول او فيتا فيتا يساوي تاني الانفرس لمهجموع على مجموعة هو يساوي قد يتاني الانفرس مجموع ليا ثلاثة وعشرين فاصلة اربعة خمسة على تماني فاصلة ثلاثة سبعة شفت التاني للجواب تطلع سبعين درجة سبعين درجة تقريبا بهذا الشكل سهل الامور بسيطة يالله خلينا نروع على السؤال اللي بعده سؤال تسعة لطيف وضعت كرة صغيرة مشحونة بشحنة موجبة مقدارها ثلاثة ميكرو كولوم بين كرتين فيلزيتين مشحونتين بشحنتين سالبتين في الشكل مقدار الأول أربعة وتبعد عنها ثلاثين سانتي والثانية اثنين تبعد عنها خمسين سانتي هاي شاكي كل شو موضح ما محصلة القوة المؤثرة في الشحنة الموجبة سؤال سهل وبسيط لما نسميها الشحنة الأولى وهاي بدنا نسميها الشحنة الثانية وهاي بدنا نسميها الشحنة الثالثة لاحظ إن القوة هنا شو بدأ تكون تجاذب ما بين الأولى والآي والثانية هاي بدنا نسميها F1 ورح تلقى إن هاي ما بين الأزرق والأحمر كمان رح يعطيك تجاذب بغض الشكل هاي بدنا نسميها F2 ثلاث وبدك تطرحهم من بعض السؤال خفيف ونضيف هذا سؤال يعني سهل وبسيط نحسب F1 2 K Q1 Q2 على R تربيع 9 في 10 قوة 9 Q1 يا جماعة الخير اللي هي 3 أو 4 في 10 قوة ناقص 6 و Q2 3 في 10 ماينس 6 R تربيع اللي هي مربع المسافة 0.3 تربيع قوة 9 Q2 اللي هي 3 في 10 سالب 6 Q3 اللي هي 2 في 10 سالب 6 على R تربيع اللي هي 0.5 تربيع 9 في 10 قوة 9 في 6 في 10 قوة سالب 12 تقسيم 0.2 نص تربيع هون جماعة الخير طلعت 0.216 نيوتن والثانية 9 في 12 في 10 قوة سالب 3 تقسيم 0.3 تربيع وهنا 1.2 نحسب المحصلة هاي F المحصلة يساوي F 1 2 ناقص F 2 3 ليش هيك عملناها لانه يا جماعة الخير تدعم تمشي معلي كبير ف 1.2 ناقص 0.2 1 6 يعطينا 0.9 84 نيوتن هذو فكرة السؤال وسؤال بسيط وممكن يجيك بشكل ثاني ليحسب لك نقطة لانعدام لأسف ما معي وقت اللي أشرح لكل أفكار تبعات احسب أين تكون نقطة انعدام للقوة سؤال عشرة اي والأجا والله جابه هاي سؤال عشرة الكرة اي تحمل شحنة موجبة مقدارها 12 ميكرو هاي ان الكرة اي وعندها 12 في 10 سالب 6 والكرة بي تحمل شحنة شو حكي لك عنها شحنة سالبة مقدارها هاي هاي الكرة بي هاي شحنة سالبة طبعا سالبة هاي 3 في 10 ماينس 6 وهاي شحنة موجبة والمسافة بينهما 1 متر اين يجب ان توضع طالعا محلها السؤال هذا السؤال مهم هيك بيجي في الامتحام اين يجب ان توضع الكرة سي والمشحونة بشحنة سالبة مقدارها 8 ميكرو على امتداد الخط الواصل لتكون المحصل عليها صفر اي انعدام واحد ذكي بقول بدي اجرب احطها في النص شحنة سالبة اجرب احطها في النص هل معقول رح يعطيك انعدام تخلي خلينا نشوف ذاك تجرب تحط ها في النص طلعت كيف الطالب ليس حفظ في ناس تعطيها حفظ ممكن تهد حفظ عادي جدا لكن اذا بتكون في النص يا جماعة الخير لاحظ بين هلا ال A وهنا B رح تلاحظ بين A و C هاي النقطة C رح يكون عندك تجاذب هون وسالب السالب كمان رح يعطيك تنافر مش راح يعطيك انعدام اذا مستحيل تكون في النص ما بيزبط طب وين بدها تكون اذا مش في النص وين بدها تكون بدها تكون خارجا وإلى مين وإلى الكرة الأصغر ليش يا جماعة الخير عشان نشط ببعض طلعوا معي يوم بتكون خارج يا جماعة الخير هيا هون C نحط C ها نزيح شوي نحط C هون النقطة الكرة C شان هيا سالبة رح يصبط هيك ليش رح يصبط طلع سالب مع سالب شو بدي يعطيك تنافر هيا هيك وسالب عمد جوجب بدي يعطيك شمال وتجاذب طب بيقول لي ليش حطيت تقبال الكرة الصغيرة عشان يشط لو حطيت عند الكبيرة ولا عمرة بيشط لأن الكبيرة رح تعطي قوة أكثر بكثير من القوة الزرقة طب يعني أستاذ بقدر أحفظها أه بقدر تحفظ معطي للتوجيه حفظ شو هو يا جماعة الخير إذا اختلف هاي أبسط لك إياه عبل عطل بدي يحفظ إذا اختلف ضع الشحنة خارجا وأقرب إلى مين إلى الشحنة الأصغر طب إذا تشابه بينهما إذا تشابه ضعها بينهما وبتبين معك لمين أقرب إيش بهاي الطريق هاي هي قاعدتها هاي هي قاعدتها لنقطة الإنعدام تقدر تحفظهم وما مش لازم تحفظهم يعني خلينا نحكي يعني بتقدر تفكر فيهم لحال يلا يا حلوين هاي فرضناها بهذا الشكل وخلينا الحين نحل السؤال بدنا نلاحظ هذه النقطة شو اسمها إي هذه النقطة اسمها به يلا ما نحكي عندها نقطة الإنعدام هنا من نفرض المسافة شو ما لها إكس عشان تزبط بتقول عندها الإنعدام تكون أف أي لسي تساوي أف بي لمين لسي ومتعكسة في الاتجاه شانش هنشط به بعض طيب يلا نحسب من أي لمين لسي اللي هي كي كي للا اي كي لسي على إيش على آر تربيع شو هي آر آر يا جماعة الخير واحد زايد اكس تربيع واحد زايد اكس شو ماله تربيع ويساوي أف بي لسي لاحظ من بي لسي أسهل بتقول هيا كي كي للا بي كي لسي على اي على اكس تربيع الطالب الذكي والشاطر ويغلب حالة بيكتشف انه مش لازم يحسب كي ولا يغلب حال انا بتشطب ولا كي للا اي آسف ولا كي للا سي يحسب ها فبتصير كي للا اي قدي قيمة كي للا اي اللي هي 12 في 10 سعر ب6 على 1 زائد اكس تربيع ممكن تلقى سالة تعطيك هذا القانون مباشرة لانه دائما بيختصر بس لا خليكن فاهم وبزيادة خطوة 3 في 10 قوة سالب 6 على اي على اكس تربيع لاحظوا انه الـ 6 مع الـ 6 شو ما يعني ناقص للا يعرفوش انجليزي بتروح اي وهنا شو بدنا نعمل هنا فيها واحد وهنا فيها اربعة واضربها الحين شو تبادلي صير واحد زائد اكس تربية يساوي اربعة اكس تربية صح ولا لا شو الحين بعمل بشطل بعكس العملية خود الجذر خود الجذر هنا بتصفي 2 اكس واسحك ما تاخذش الجذر للاربعة وهنا بتصفي واحد زائد اكس طال جماعة الخير بتقول ناقص اكس ناقص اكس فاكس يساوي واحد متر اذا يجب ان توضع على بعد واحد متر هاي يجب ان توضع هاي توضع على بعد واحد متر من وين من الكرة بي عشان تعمل انعدام واضح هاي لو كانت سادبة واضح الفكرة الاولى يعني لازم هنا تكون على بعد واحد متر من بي طبعا بالاتجاه الخارج هاي للخارج مش بناتهم ندير بالك موضح في الشكل يعني بتبين طيب الحين بدنا ناخذ السؤال ونحله كمان مرة بس شو اذا كان عندنا مين الفرع التاني وهذا السؤال عشر يا جماعة الخير والذي يأتي في الامتحانات في كل سنة هيك بيجي احسب اللي بيكون عندها A0 نعود نرسم الرسم اللطيفة الكرة A حكينا ان شحنتها موجبة وقيمتها 12 في 10 ماينس 6 والكرة B شحنتها سالبة قيمتها 3 في 10 ماينس 6 والمسافة بناتهم قد 1 متر بهذا الشكل جوابنا الفرع الاول ب قبل شوي وبالحين بنجاب الفرع التاني اين يجب ان توضع الكرسي والمشهونة بشحنة موجبة هاي هنا صارت شحنة موجبة مقدارها قد 1 ميكرو كلهم على امتداد الخط الواصل بتقول شحنة موجبة هات خلينا نجرب نحط شحنة موجبة هاي ممكن تكون في النص ولا عمره مستحيل تكون في النص ما بيصبت ليش موجب مع موجب رح يعطيك تنافر وهذا رح تكتجاذب فإذا مستحيل تكون في النص طب وين بدها تكون يا بدا تكون برا هين يا برا وين يا برا هين طلع جماعة الخير هاي رح يعطيك تجاذب وهذا رح يعطيك تنافر إذن بنفس الطريقة يا جماعة الخير لازم وين تكون لازم تكون خارجا وباتجاه الأصغر واضح بغض النظر عن نوع الشحنة لازم تكون خارجا وباتجاه مين الأصغر يلا نطلع هنا نفرض المسافة X إذن هنا لازم تكون هنا المسافة X نفس الشغل دائما باتجاه الكرة الأصغر نعم لأنه لازم تعطي قوة تجاذب هي F بين B و C أو خلينا نلتزم بالألوان أحسن هيا هون تجاذب F بين B و C ورح تعطي قوة تنافر من الأحمر هي F من A ل C خلاص الحين بدك تقول عشان تعمل إن عدام بدك يكون المتساويات فبتحكي F A C يساوي F B C F A يا جماعة الخيرة فكرة هيعطيك نفس الفكرة لازم يعطيك نفس الجواب أتوقع أتوقع ها خلينا نشوف اللي هنا K Q للأ Q للس على X تربية لا سوري 1 زائد X تربية نحكي عن هاي أحينا خلنا نعمل الزرقة بين B و C لأن هاي B بتيجي بتحكي K Q للB Q للS رح يعطيك نفس الجواب على X تربية لازم يا جماعة الخير بما أن K مع K بتشطب Q للS مع Q للS بتشطب و Q للB و Q للA رح يعطيك نفس الجواب هاي نفس الحل السابق سي الحل السابق إذن تبعد تطلع X شو ساوي 1 متر تأكد منها تبعد 1 متر للخارج من 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 B وهذا إيش تستنتج منه السنتاج إنه الشحنة ما بتعتمد يعني من موقعها رح يكون دائما شو ما حطيت الشحنة هون على بود 1 متر رح تعطيك إنعدام بهاي الطريقة هي نقطة الإنعدام وهي نقطة جدا مهمة جماعة الخير ديروا بالكم ولنقطة الإنعدام نعطيك تركب يجبها كل مرة في الامتحانات يمكن يعطيك موجب ويقول لك موجب ويقول لك حطينا شحنة على سبيل المثال موجبة أو سالبة نفس الإشي وين بتكون نقطة الإنعدام هان تكون بينهما بينما إذا سالب وموجب بدأ تكون خارجهما وأقرب إلى مين وأقرب إلى الأصغر ها هي الفكرة طيب واحد لو قال لي لو واحد أعطاك سالب واحد أعطاك موجب وقال لك متساويات الشحنتين يعني طب خارجهما طبعني الأقرب إلى الأصغر هنا لا يوجد إنعدام للقوة في هاي الحالة الثالثة وهذه لقى حالات الإنعدام الثلاث للأسف ما معي وقت أشرحلكوا وعطيكوا أمثلة عليهم سألكوا حالكم في الأمثلة هذول وحلوا أمثلة الأستاذ وإن شاء الله يعني ظلكم ماشيين بهذه الطريقة وتابعوا من إياه وبتكون مادة سهلة نراكم إن شاء الله في درس المجال الكهرباء الماغنيتيك فيلد إلى اللقاء